بسر خير جميعاً أتمنى الكل يكون بالخير وصحة وسلامة إن شاء الله تعالى وصلنا آخر شيء لLinked List بالData Structures بدأنا بالLinked List شفنا الفرق بين الArrays والLinked List لكن بشغلة نرجع نعمل ريفيو سري عليه مرة تانية Data Structures والArrays بشكل عام لما نقول Data Structures هي عبارة عن Method Data Structures is a way of storing data in a computer so that it can be retrieved and used efficiently الهدف الرئيسي من أي Data Structures موجودة عندنا لأن نستخدم ال Data Structures ونستخدم ال Data Structures ونستخدم ال Data موجودة عندنا ونستخدمها ونستخدمها بشكل لاحق حسب طبيعة ال Application موجودة عندنا بشكل يكون Efficient أبسط نوع Data Structures نحن نعرفه وهي Array An Array is a very simple Data Structure for holding a sequence of data عندما نتحدث عن sequence of data نحن نتحدث عن Linear طبيعة Data Structures بتاع ال Array أنها تخزن ال Data بشكل Linear لو نتطلق بهاي الكيس هنا يعني Array in the Season عندنا من 0-11 ونستخدم ال Array 12 تخزين ال Data ال Data Element الموجودة عندنا بال Array أنها تكون Contiguous إيش المقصود ب Contiguous Memory Locations زي ما شفناها وشرحناها بالمحاضرة أنه لازم يكون كل هذه إبارة ون ون بلوك موجودة عندنا يكون بالكمبيوتر تمام? ون بلوك ون ون بلوك موجودة عندنا بكمبيوتر بلممورة لتحجز الميزة الموجود عنا زي ما احنا شفنا انه عملية اللي هي الكمبيتشن للميمير اندكس اي ارى موجود عنا بالكمبيوتر سيستم نرف it's a pointer that refers to the first نعمل عمالة ارى الهم لسرعة المشاكل بينه Are المشاكل الموجودة من النائز واللمشكل الماضيه انه war Из ارى موجود ع seminar داخله من الامر فتح التفوق증MI بما شابة ان تهج PROCED على الامر آل نحجز الكهENA كما نحجز الكهENA هذا الن م imperمي الاريه ليس سوف تتمدد لذا سوف نضطر نعمل الاريه جديده نسخ كل الاريه الموجوده لاريه ثاني عندما نريد أن نضغط أو نضغط يجب أن نضغط الاريه الاريه معناها المشكلة هنا ستكون سلو عندما يكون هنا الاريه لدينا داتا الاريه بهذا الشكل و نفرد مخزنين هنا يوجد هنا X1 X2 X3 X4 X5 و X80 نفرد مخزنين و نفرد مخزنين الاريه الموجودين من نهاية الاريه و نقوم بإمكانهم مكان الفاضي الموجود فننتخيل لو الاريه كان ضخم جدا فهو عملية الشفتة لكل إليه الموجود WILLIAMS المشكلة الموجودة بسم نتخل من المشكل لتبدации لسبب zaćي المشكلة الموجودة لقم الأحيان المشكلة الوضع في الاريه هذه المشكلة الموجودة الذي تزداد الاريه هنا احيانا احترام الاريه يباره عن Data Structure يستخدم Data Structure نخزن Sequence of Data نفس المبدأ لأنه Linear كل كل إلمنت موجود في المحاضرة هي عباره عن نود كل إلمنت نود 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 كل نود تأشر على النود آخر نود موجود تأشر على النل نعرف من خلالها أنه آخر داتا إلمنت موجود في آخر نود كل نود لا يجب أن يكون في محاضرة المحاضرة الميزة الكبر موجودة لأنه ليس شرط هؤلاء النود يكونوا مخزنين بأجيسنت وهاي تحل مشكلة إذا لا يوجد لدينا موجودة في الكمبيوتر كل نود لكل نود تتكون من two fields نرسم هنا النود تتكون من two fields الجزء الأول نخزن فيه الـ data والجزء الثاني اللي هو next الـ data هاي بتخزن فيها اللي هي الـ data valid اللي بدنا إياها سواء كانت integer سواء كانت float أو مجموعة من المتغيرات اللي بدنا إياهم حسب الـ application النود ما هي إلا عبارة عن pointer عشان يأشر على النود اللي بعدها المعرفة عن تحرير هذا ما هي أصمها الهد الهد next رح تعطيني فعليا اللي هي أول نود موجودة عندنا باللينكد لست زي كأنه الهد هي المعرفة التالي الموجودة عندنا عندما ترى شكل LinkedList بشكل عام تخيل أن هذه LinkedList هي Element A1, A2, A3, A4 و A5 نفرض هنا بما أنه بهذا الشكل الموجودة نفرض أنه ها هي Head LinkedList يريد أن يقشر أين على أول إلمنت فعلي موجود عندنا وهو A1 A1.next ستقشر على A2 A2.next ستقشر على A3 وهكذا لحد ما نقص لها بصير Null نعرف إنه هاي اللي هي LastNode موجود عندنا The advantage of LinkedList إنه Dynamic Size نضيف Elements نشيل Elements It's Dynamic مش شرط نكون عارفين الـ Elements أو Data Values نخزينهم بال LinkedList No Shift of Elements on Deletion or Insertion نفرض نريد أن نعمل Delete لـ Elements A3 ما في داي أعمل Shift لـ A4 تيجي محل A3 لا اللي بنعمله بس منخلي A2 بكل بساطة تقشر على Memory Location أو Node عفواً اللي بعدها اللي هي A4 نفس المبدأ إذا بني نعمل Insertion بس منغير الـ Allocation تبع الـ Pointers بدون ما نعمل عملية Shifting the Data المشاكل تحت LinkedList إنه Random Access Not Allowed مبدأ الـ Random Access إنه أنا Frequent اللي بدأ أجي عمل Access نفرض مثلاً للـ Node الموجود عندي بالنص أو بالأخير بحالة الـ Array زي ما شفنا بتكون العملية اللي هي فعلياً سريعة السبب إنه عملية Index بناخله أول Index موجود عنا زي ما بنشوف الـ Index بنعمله Axes على اللي هي الـ Array الموجودة بتكون لـ Processi سريعة بحالة LinkedList لا رح نضطر دائماً نبدأ من الـ Head وني يجي على الـ Elements Next Next نحت ما نوصل اللي هي الـ Data Value اللي حنا بندور عليها المشكلة الثانية الثانية الموجودة اللي هي الجزء طبعاً Next بحالة نحتية لما يكون النمبر إننا لنمش عارفين النمبر في Data Items نخزنها بالlinked list الموجودة عندنا ببرنامج ب data structure Linked list تكون خيار جيد مشكلة الأرأيه، نستخدم أرأيه بها الحالي لابد أن يكون عارفين في صعز اللي عنا كم Data Item نخزنه هاتل Linked List إذا لم أكن أعرف مكان الى Linked List تكون خيار جيد إذا راندوم اكسز للألمنت عندي مش مشكلة كبيرة إذا لم يكن الكثير راندوم اكسز للألمنت Linked list is a good choice نعمل عملية insertion او عملية deletion للألمنت الموجودة عنا بالنص باللينكد لس تقريبا برضو مش المشكلة الكبيرة السبب مش راح يطلب مننا انه نعمل هي عمليات الشفت زي ما موجود عنا بالأرى معنى فعليا متى ممكن نستخدم الأرى لما النمر of data items is known لما يكون عدد النمر of data items ثابت بمكان نستخدم الأرى لتكون الخيار جيد إذا بدنا راندم اكسس بشكل كبير الارى بتكون أفضل من linked list وإذا ما في عنا insertion بالميدل مش راح نعمل عملية insertion كتير بنص الأرى أو بأي مكان تاني ما عدا اللي هي الأخير معناها بهاي الحالة خيار جيد إنه نستخدم الاريز